اشتركوا في القناة تطور دستوري طبع هذه المؤسسة منذ تأسيسها وأدوار محورية ساهمت في بناء دولة القانون والمؤسسات والدفاع عبر الدمبوليوسية البرلمانية عن القضايا الوطنية بالإضافة لنسج العلاقات مع البرلمانات والتكلة الثلاثة البرلمانية حول العالم لنتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يصروني أن نرحب باسمكم بالدكتور عبد الحفيظ أنمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بررباط دكتور أهلا ومرحبا بك شكرا على الاستضافة أهلا ومرحبا بك يوم دولي للعمل البرلماني لمؤسسات أثبتت بأنها في دينامية الدول وحركية المجتمعات لها دور مفصلي ورئيسي حين نستذكر هذه المؤسسات أريد أن تحدث بشكل عام ثم أخصص حول المملكة المغربية أي دور فعلته وقامت به في بناء الدولة الحديثة كما نعيشها اليوم؟ بدون شك أنه تطور ديمقراطية التمثيلية عبر العالم يعد البرلمان جوهرها وركيزها الأساسية إذن بالتالي فالبرلمانات كانت هي الإطار الذي من خلاله يتم تمثيل والتعبير عن إرادة المواطنين والناخبين بصفة عامة وبالتالي فهذه المؤسسات زدادت أهميتها تبعاً لاختيارات الدول فيما يتعلق بطبيعة الأنظمة التي اعتمدتها ولحظنا الجوهر وأهمية البرلمان خاصة في الدول التي اعتمدت النظام البرلماني نظام البرلماني الذي يقوم على أساس تمثيل انتخاب ممثلي للسكان يدافع عن هؤلاء المواطنين والمواطنات من خلال هيئة منتخبة وبطبيعة الحال وأسندت لها مجموعة من الوظائف خاصة فيما يتعلق بالشريع سن القوانين والرقب على العمل الحكومي دعني بداية أذكر ومناسبة شرط الاتحاد البرلماني الدولي قام بنوع من الاستطلاع استطلاعات رأي تتهم حوالي 800 برلماني خلال هذه الفترة من 18 يونيو إلى 21 يونيو من 2024 وكان السؤال بالأسئلة التي وجهت لحوالي 8 برلماني يمثلون برلمانات العالم في القارة الخمس هو طبيعة الحال ما هي اليوم انطبعتكم حول البرلمان فكانت الأجوبة مثيرة يعني تقريبا 60 من البرلمانيين المستجوبين أبدوا رغبتهم في الترشح للولاية المقبلة وهذا يعتبال على العمل البرلماني لكن في المقابل عبر 40% من المستجوبين عن أنهم لا يريدون لأبنائهم أن يكونوا برلمانيين وهذا يتضاح هذا الإيمان من جهة بالمؤسسة الشريعية والبرلمانية وكذلك في مدى قدرتها على حل المشاكل خاصة وأنه أيضا حتى على العمل البرلماني اليوم ربما لم تعد الإشكالات المرتبطة بالوظائف التقليدية ولكن أصبح البرلمان عبر العالم مساهم في الديمقراطية مساهم في الدفاع عن القضايا الوطنية عبر الديبلوماسية البرلمانية مساهم كذلك في حل الإشكالات والمشاكل العالمية ما يتعلق مثلا بالتحولات والتغيرات المناخية ما يتعلق بالسلم والأمن وقضايا الفئات سواء الشباب أو النساء إذن أصبحت قضايا أيضا تنضاف إلى القضايا الكلاسيكية التي طلب عليها البرلمان في الأنظمة البرلمانية الكلاسيكية صحيح وقبل أن نذهب للبرلمان المغربي كمؤسسة دستورية رسخت الخيار الديمقراطي للمملكة وهي الأخرى احتفلت بذكرها الستين قبل أشهر حتى على مستوى العمل البرلماني ذهبنا للتكتلات البرلمانية التي أصبحت بالفعل انعكاس للمشاهد السياسية التي تعرفها كل جهتنا على حدة أو قارة على حدة والدليل اليوم نشاهد برلمان أوروبي البرلمان الأفريقي برلمانات في الكاريبي إلى غير ذلك وكلها عبر التكتل تساهم في رسم السياسات داخل دول يجمعها أمور كثيرة عقدية لغوية ثقافية حضارية إلى غير ذلك هذه التكتلات زادت في ثراء وإثراء العمل الخاص بهذه المؤسسات طبيعي هي أولا منصة مهمة للطرف حول القضايا العابرة للأوطان للحدود وبالتالي فاليوم هناك قضايا كيفما أنها تشكل انشغالا أساسي للحكومات كقضايا الهجرة كقضايا السلم كقضايا البيئة كقضايا التنمية المستدامة فالبرلمانات العبر العالم تجهت إلى تشكيل هذه الأقطاب وهذه التكتلات إن على المستوى الإقليمي القاري أو على المستوى أيضا القطري المرتبط بأقطار سواء تعلق الأمر بدول البحر المتوسط أو ما يتعلق مثلا ببرلمان الكريب أو غيرها من التكتلات الإقليمية أو المؤسسات أو المنظمة الدولية التي تضم معظم برلمانات العالمية الالتحاد البرلماني الدولي وهي منصات كما قلت مهمة جدا ليس فقط لاستحضار الأبعاد الداخلية للعمل البرلماني على المستوى الوطني ولكن لاقتصام القضايا المستوى على المستوى الدولي فضلا فضلا أن هذه التكتلات الإقليمية هي أيضا رافعة مهمة من أجل الدفاع عن البرلمانات الوطنية عن قضاياها الحيوية والاستراتيجية نحن نعلم أيضا أن هذه البرلمانات وهذه التكتلات الإقليمية والدولية هي أيضا تمنحه مناسبة وفرصة مهمة للبرلمان المغربي لعرض تجربته تطور البرلماني في بلادنا تطور الممارسة الديمقراطية وفضلا ديبلوماسية الموازية وفضلا كما قلت عن دفاع عن المصالح الحيوية لبلادنا وبرلماننا بصراحة بغرفتين ينسج علاقات مميزة مع هذه البرلمانات وهذه التكتلات البرلمانية ويحضرون عندنا في مجموعة من التظاهرات والمؤتمرات ونرحل إليهم أيضا في مجموعة من التظاهرات والمؤتمرات قبل نفتح باب البرلمان المغربي كما قلنا احتفى بذكره الستين حظية بتوسيعا للصلاحيات في دستور 2011 واليوم ترسيخ فعلي للنموذج الديمقراطي المغربي الذي كما قال جلالة الملك في رسالته إلى المؤتمرين بمناسبة الذكرى الستين على أن لا يوجد وصفة جاهزة بالنسبة للديمقراطية المغربية ولكن نبني في هذه المؤسسة على التراكمات والإصلاحات التي شهدت هذه المؤسسة الدستورية بغرفتها يعني الإصلاح في البرلمان ومنح هذه الأدوار وتوسيع الصلاحيات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلط وصلنا إلى نموذج بالفعل يساهم في بناء مغرب الغد الذي نريد صحيح وطبيعي لأنه تطور البرلمان المغربي بطبعة الحل هو ارتبط بالسياقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي عرفها المغرب وارتبط كذلك بالتحولات الدستورية نحن المغرب في تاريخه الدستورية عرفها إلى حدود اليوم ست تعديلات دستورية وبطبعة الحل كل مرحلة من هذا المراحل كان فيها لبينا تنظف في طار الممارسة البرلمانية باستثناء بطبعة الحل الفترة ديال السبعينات والفترة يعني تعديل دستوري للسبعين لي أيضا كان تعديل يتناسب مع السياق السياسي الذي كان يعرفه المغرب أن هذا الصعب الصعب بطبعة الحل ولكن يمكن القول بالفعل بأنه تعديل دستوري للسبعين 2011 وضع البرلمان المغربي كذلك في سكة البرلمانات الكلاسيكية التقليدية على مستوى الاختصاصات أولا من خلال توسيع صلاحيته في المجال الشريعي وانتقلنا إلى أكثر من 30 مجال يتدخل فيه البرلمان في مجال القانون طبعة الحل سواء كانت المبادرة حكومية أو برلمانية ولكن في نهاية المطاف البرلمان هو الذي له كلمة الفصل الذي يصوت على هذه المبادرات الشريعية إضافة إلى تعزيز في إطار التوازن والتعاون ما بين السلطتين طبعة الحل تمكين البرلمان من وسائل المراقبة الفعالة التي تمكنه من مراقبة العمل الحكومي ومراقبة سلطات تنفيذية وإضافة إلى الاختصاص المتعلق بتقيم السياسات العمومية هذا الاختصاص الذي أيضا هو اختصاص جوهري في برلمانات وإن كان هذا الاختصاص هو لازال جنينيا حتى في بعض الأنظمة الديمقراطية الغربية أساسا ولكن هو اختصاص مهم من حيث أيضا أنه يدمج البعد سياسات العمومية وتمويل سياسات العمومية وماذا تحقيقها للأثر في حياة المواطنين لأنه ليوم لا يكفي أن نكون أمام البرلمان يصوت على القوانين يراقب عمل الحكومة ويرصد ويصوت على الاعتمادات المالية التي تمول من خلالها البرامج والسياسات العمومية بل أيضا البرلمان له الإمكانية أن يتطلع وأن يراقب وأن يتتبع مآل هذه البرامج وهذه السياسات بطبيعة صحيح وهناك لجان موضوعاتية وهناك لجان أيضا متخصصة من المالية للعدل والتشريع إلى غير ذلك كلها آليات وهناك نظام داخلي لهذه المؤسسة ولكن إذا عدنا أيضا للرسالة الملكية ونحن كما قلنا نبني على التراكمات المغرب ينظر إلى مؤسساته صحيح بالثناء والتقدير ولكن بحس النقدي سنعود لمدونة الأخلاقيات البرلمانية هي الأخرى ما زلنا نريد أن نجود الفعل السياسي لدى الفاعل السياسي وفي نفس الوقت ليس كل انعكاس لعملية ديمقراطية قد يكون مثالي هو ربما أنه اليوم العودة إلى الاهتمام بالأخلاقيات في العمل البرلماني وأنا أتذكر أنه أول نظام داخلي لبرلمان منذ 63 كان فيه ما يسمى بالأداب البرلماني وضع السلوك البرلماني بمعنى الاهتمام بقواعد موجهة لسلوك البرلمانيين هو اهتمام كان دائم في الأدابيات البرلمانية وفي الثقافة البرلمانية لكن ربما أن العودة إلى هذه الأخلاقية اليوم والاستنجاد بالأخلاقية من أجل جديد ثقاف العملية التمثيلية هو يرتبط أساسا بأزمة الديمقراطية التمثيلية في حديدتها لفيها بعد مرتبط فيها جانب مرتبط عبر العالم لمرتبط بضعف المشاركة السياسية وضعف المشاركة في العملية الانتخابية من جهة وكذلك ظهور صورة تبين وتوضح بأن هناك عدد من البرلمانيين قد يستغلون مواقعهم الانتدابية لقضاء مصالحهم الشخصية إذن بالتالي فهذه العلاقة ما بين العام والخاص هي التي أعادت النقاش حول ضرورة أن يتم تحديد قواعد موجهة للسلوك البرلماني داخل المؤسسات الشرعية علما بأن المصار التخليقي هو من المفروض أن يبدأ منذ لحظة التزكية التي يمنحها الحزب السياسي هنا وشاهدنا أن هذه المدونة انعكست على الأنظمة الداخلية للأخزام السياسية طبيعي إذن وبالتالي فالمدونة الأخلاقيات هي انتقلنا فيها من مبادئ من إعلانات ولاحظنا هذا الأمر أنه مثلا منذ النظام الداخلي دي الالفين وسبعتاش النظام الداخلي لمجلس النوب تضمن بابا خاصا بمدونة سلوك البرلمانية ولكن في كثير من الأحيان تطبيق هذه القواعد خضع لتوافقات سياسية داخل المجلس وبالتالي تم تعطيل مقتضى هذه الجزاءات الرسالة الملكية أثرت الانتباه إلى هذا الأمر وقال ونصت الرسالة الموجهة على أنه يجب اعتماد مبادئ مدونة الأخلاقيات لها القوة الملزمة للقانون بمعنى طبيعة الحال بمعنى أن يكون لها أثر القانوني وأن تنتج أثارها علاقة بالبرلمانية هي ذات الرسالة التي تحدثت على أنه لا يوجد نموذج مستورة من حق المغرب كدولة اليوم أن يسن أن يبدع في نظام داخلي لمؤسسة دستورية وأن يصلح ما يمكن إصلاحه وأن لا يكون هناك تنفير أيضا من العمل السياسي ولكن دون إلصاق تهمة مركبة بطيف دون آخر هي للجميع عامة للجميع من جلالة الملك في أحد الخطابات قال الأحزاب عندي سواسية يعني لا فضل بين هذا وآخر صحيح خاصة أنه اليوم حالات المتابعة وحالات الفساد بين قوصين الفساد السياسي أو الإداري الذي يتابع به عدد من البرلمانيين هو أولا هذه المتابعات في مجملها لا ترتبط بالانتداب البرلماني صحيح هي ترتبط إما بممارسة خاصة في الحياة الخاصة أو في إطار انتدابات أخرى وبطبعات الحال لها انعكاس على الصفة البرلمانية إذن وبالتالي تعدد الحالات وهذا النوع من الفضائح حولت الفساد من فساد شخصي إلى فساد مؤسساتي وهذا أضطر بشكل كبير على صورة البرلمان إذن هذا العدد المتزايد في عحلات المتابعين يعطي صورة وكأن البرلمان بطبعة الحال هو مأول للمفسدين أو يمنح الحصانة والأمر غير صحيح كما قلت على اعتبر أن أغلب متابعات هي خارج ترتبط بصفات أخرى وضعية أخرى إذن اليوم نحن أمام معالجة هذا الوضع لأنه بالفعل أخلاقيا لا يمكن أن تمنح مسؤوليات للبرلمانيين المتابعين على مستوى البرلمان ولكن الإكراه الذي يواجه اليوم هذا الأمر هو القاعدة والمبدأ القانوني قرينة البراء قرينة البراء إذن كيف يمكن اليوم أن نبدع في أن ننتج مبادئ وقواعد موجهة للسلوك البرلماني محصنة حتى محصنة للعمل البرلماني وللممارسة البرلمانية دون بطبعة الحال أن تفقد وتؤثر على الصفة التمثيلية التي هي نابعة من إرادة المواطنين وتم التعبير عنها من خلال سنوذك الاشتراك وكأننا نضع مؤسسة نفتخر بها في قفص الاتهام ولكن أيضا كإضافة بسيطة دكتور أدمينو نعود إلى المصدر إلى المشتل هو الأحزاب السياسية وهي ربما أيضا بدورها اليوم تقود بمجهودات من أجل تخليق العمل السياسي والمشهد السياسي بشكل عام داخل المملكة المغربية مؤسسة البرلمان لطالما كانت عضو فاعل في كل الانتقالات التي تعيشها المملكة على مستويات عدة وتساهم في الحياة السياسية الحياة الاجتماعية في الحياة الاقتصادية إضافة أكيد إلى الدفاع عن قضايانا الوطنية وعن تمثيلية يكون فيها علاقات وشراكات مع مؤسسات مشابهة في منطق جغرافي أوسع مراحل عدة ربما اليوم نقول ما بعد 2011 أيضا كانت هناك تغييرات منحة هذه المؤسسة يعني صلاحيات جديدة إلى غير ذلك ولكن 2011 ربيع العربي وما تلاها كانت هناك تحولات عديدة جاء بعد ذلك جائحة كورونا أزمة اقتصادية عالمية حروب هنا وهناك أبرزت دور المؤسسة التي كما تفضلت قبل قليل فيها التشريع وفيها الرقابة إلى غير ذلك دور البرلمان في كل هذه الأوراش المفتوحة التي يعيش على واقعها المغرب هو ولن لابد من الإخرار بأنه البرلمان هو من المفروض أن يعبر عن تطلعات المواطنين سواء من خلال التعبير عن كل هذه التطلعات في مبادرات سواء كان ذا طبيعة شريعية أو غيرها وكذلك من خلال الرقابة على العمل الحكومي لكي دائما يتلاءم مع هذه الاختيارات وهنا بطبيعة الحل يمكن أيضا استئناس وإحنا أرجع أيضا للدور التكتلات الدولية أعود مثلا إلى الالتحاد البرلماني الدولي الذي أصبح اليوم موجه لشغال عدد من البرلمانات عبر العالم وبالتالي فالالتحاد البرلماني الدولي في إطار الرفع من وتأهيل المؤسسات الشريعية أنتج مجموعة من الأدبيات آخرها هي المتعلقة بالمؤشرات تقييم أداء البرلمانات والنظام الداخلي المجلس النواب مشروع النظام الداخلي الذي هو اليوم قيداء الدراسة وتم تصوت عليه من قبل المجلس النواب لم يحل بعد على المحكمة الدولي تم إدماج هذه المؤشرات التي من خلالها يمكن قياس أداء البرلمان وطبيعة الحال نكون أمام برلمان ديمقراطي يقدم تقرير سنوي البرلمان حول أدائه صحيح ولكن اليوم ربما وفق مؤشرات الحصيلة السنوية تقدم اليوم هذه الوتائق الدولية تبين بأن هناك سبع معايير أساسية لقياس برلمان ديمقراطي برلمان أن يكون أولا برلمان شفاف بمعنى أنه سهل الولوج للمواطنين وأصحاب التضممات والحصول على المعلومة أن يكون برلمان تمتلي أي عكس تمتيلية وهنا بطبيعة الحال ربما أنه حرص عدد من الأنظمة البرلمانية كما هو الأمر من نظام المغربي أننا نكون أمام غرفتين غرفة يتم اقتراعها بالانتخاب عن طريق اقتراع المباشر وهي مجلس النواب وغرفة فيها تمتيلية أخرى قد لا تستطيع الولوج إلى البرلمان وغرفة مهنية ونقابات والتحدات برلمان إدماجي قادر أنه يدمج بطبيعة الحال تطلعات ديال المواطنين وانتظاراتهم من خلال في عملية الرقابية والشريعية وتقييم السياسات العمومية برلمان تشاركي وهنا أيضا ربما ألية ديمقراطية التشاركية مهمة جدا اليوم لا يتعلق ملتمسة الشريع والعرائض المقدمة إلى البرلمان هي من بالآليات الأخرى التي يمكن أن تعزل أو أن تجعل عملية المشاركة لا ترتبط بالمواعيد الانتخابية كل خمس سنوات بل هي يمكن أن تكون دائمة ومستمرة من خلال علاقة المواطنين عبر ألية ديمقراطية التشاركية بالمؤسسة الشريعية وجعل هذه الانتظارات في أجندة البرلمان على الاعتبار أن ملتمسة الشريع في نهاية المطاف تتحول إلى مقترحة قوانين عندما يتم تبنيها في اللجان البرلمانية وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المغربية هذه أيضاً بالمظاهر المأساسات العلاقة بين السلطة الشريعية وسلطة تنفيذية في تجربة البرلمانية المغربية الاعتبار أنه إحداث الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان منذ نهاية سبعينة إلى اليوم يبين أن لهذه الوزارة ضوء مهم في تسهيل حوار ما بين البرلمان والحكومة وتمتيل الحكومة داخل المؤسسة الشريعية مدام كما قلنا أنه دصر يقر بأنه نظامنا هو نظام برلماني يقر بتوازن السلطة وتعاون صحيح وكما يعلم الجميع المغرب في نموذجه السياسي لدينا أحساب تحوز الأغلبية وهي التي تشكل الحكومة وربما يكون لها أغلبية أيضاً داخل المؤسسة التشريعية بالضرورة من ثم تكون في الحكومة والطرف الآخر يذهب إلى المعارضة وفي إطار التوازن ما بينها الطيفين معاً تم أيضاً داخل الدستور دسترة دور المعارضة ولها أدوار ولها مشاركات ولها لجان تشارك فيها وتقوم بمجموعة من المهام هل نرى بالفعل هذا التوازن حقيقي أم أنه ربما ضريبة الديمقراطية داخل هذا النموذج تجعل الغلبة في التشريع وأمور أخرى وحتى إفشال ملتمس رقابة للأغلبية التي تكون مشكلة أو ممثلة للسلطة التنفيرية ولن دعنا نوضح مسألة أساسية صحيح أنه التحول الدستور 2011 ربط بشكل وثيق ما بين الحكومة وما بين نتائج انتخابات أعطاء مجلس النواب بمعنى أن رئيس الحكومة يعينه جلالة الملك من الحزب الذي تصدر أو الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد بمناسبة انتخاب أعطاء مجلس النواب ماشي بالضرورة ولا برغي بروتوكوليا أن العرف الآن تجه إلى اختيار الأمير العام علما بأنه في 2016 رجعنا على هذا العمل إذن هذا معطى أساسي بطبيعة الحال الأغلبية أو الحكومة تحتاج إلى أغلبية إلى أغلبية برلمانية داخل المجلس إذن الأغلبية الحكومية هي امتداد الأغلبية البرلمانية لتطبيق البرنامج الحكومي والمعارضة طبعا الحل هي الفرق البرلمانية التي لم تؤيد ولا تؤيد الحكومة إذن هذه المعارضة لم تحظى في كافة الدستير السابقة بوضعية أو بنظام يحدد حقوقها بكيفية دستورية واضحة اليوم الفصل عشر من الدستور حدد حقوق المعارضة في تشريع في المراقبة في تقييم السياسة العمومية في التمثيل في الترشيحات والانتدابات التي يقربها المجلس النواب في الولوج إلى الإعلام في التمويل وغيرها من الحقوق التي تمكنها من أن تمارس أدوارها ولكن البرلمانات العالم بطبيعة الحال هي تشتغل وفق قاعدة جوهرية وذهبية هي قاعدة تمتيل نسبي إذن ولكن أتصور أنه في هذه الجريبة أيضا منذ الولايات شرعية التسعة إلى اليوم لم يكن هناك هذا التوجه نحو فرضي هذا المنطقة الأغلبية النسبية هو القاعدة الأساسية نحن نعلم مثلا إذا خذنا المثال لتدوير التوقيت في الجلسات العامة التي تقوم به ندوة الرؤساء هو دائما ما ينظر إلى هذا الأمر بنوع من التوافق بمعنى حيان كثيرة ما يتم منح توقيت لفرق المعارضة أكثر ربما من التوقيت التي هو مسند لها قانون لدم داخلي على قاعدة التمثيل النسبي بطبيعة الحال هذا مهم جدا لأنه في نهاية المطاف خاصة إذا كانت الحكومة لها أغلبية عددية مريحة فعمليا هذا لا يمكن أن يجعلها أو يجعل البرلمان يحرمها من حقوقها في المبادرة الشريعية في الأليات الرقابية في كل أشكال المراقبة وآلية الرقابية التي أقرها الدستور بطبيعة الحال هذا الأمر أيضا كيف ما لاحظناه في تتبع الجلسات بأنه لمعارضة دائما يكون عندها ملاحظات على هذا الأمر وربما الانتقاد هذه ما قد تسميه بالهيمنة أو غيرها ولكن قواعد الانتخابات يهدي تغول كما يقوله نختم الحلقة بمحور آخر يتعلق الأمر بالأدوار التي تقوم بها الدبلوماسية البرلمانية وهي أيضا منصوص عليها دستوريا وكانت محط إشادة من جلالة الملك خلال خطابه الموجه إلى المحتفين بالذكرى الستين لتأسيس هذه المؤسسة اليوم نشعر بفخر حين يأتي رؤساء برلمانات لا أتحدث فقط عن مجلس النواب ولكن الغرفة الثانية التي قد تسمى مجلس الشيوخ هنا أو إلى غير ذلك من التسميات حسب كل دولة ونشاهد لقاءات مع مجلس النواب وأيضا مجلس المستشارين ويكون هناك تصريحات داعمة للمغرب في مساره الاقتصادي السياسي إلى غير ذلك وداعمة أيضا للقضايا المركزية وأبرزها قضية الصحراء المغربي لا بل أكثر من ذلك أصبح البرلمان المغربي بغرفته يبادر إلى عقد مؤتمرات على أعلى مستوى ويكون فيها تمثيل مشرف من البرلمانات من مختلف العالم أو حتى التكتلات البرلمانية الدولية وأيضا نتشارك في البرلمان بأعضاء لهم علاقات مع البرلمان الأوروبي ومع الاتحاد الأوروبي على سبيل مثال صحيح ربما أن أيضا هذا الزخم هو الذي بوأ المغرب رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي صحيحا بريق السيد نعمة مغربي السيد عبد الواحد الراضي الله يرحمه الذي يترأس الاتحاد البرلماني الدولي رئاسة رئيس المجلس النواب رئيس المجلس المستشاري لعدد من التكتلات الإقليمية وهي كيف ما قلتم يعني إطار مهم للدفاع عن قضايا الوطنية وخاصة قضية الوحدة الترابية المملكة ومن جهة أخرى هذه الكيانات الإقليميات تمكن المغرب من أيضا إبراز التقدم والنموذج الديمقراطي والتنموي الذي بطبع تحققه المغرب وهي فرصة كذلك لتصحيح عدد من الأفكار الجاهزة ومن المعلومات الجاهزة التي لدى عدد من البرلمان عبر العالم ولحظ ما هذه الدينامية سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين حضور كذلك البرلمان المغربي في عدد من التكتلات الإقليمية وفي محطات كثيرة جدا واجهنا وجاب هنا أعداء وخصوم الوحدة الترابية في ملتقيات عدة إذن اليوم هذا التكامل ما بين الوظائف ديال البرلمان بطبيعة الحال هي أيضا تحتاج أو تطلب الأحزاب السياسية من أن تقدم أيضا كفاءات ونخاب قادرة أن تواكب هذه التحولات شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحفظ المين وستر القانون العام مرحبا شكرا بريبات شكرا لهذه الإضاءات والتوضيحات فيما يخص هذا الموضوع شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع لكم أجمل تحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة